عبدالعظيم عبدالحق عبدالعظيم عبدالحق الفنان الموسيقار الغير معروف برغم تاريخه الفني الكبير ولكن يجهله الجميع وهذا نابع عن كونه فنان لا يزاحم أحد خلف الأضواء الفنان عبدالعظيم عبدالحق المعروف جدا بين زملائه ولكنه مظلوم جدا في الوسط الفني هل لديك فكرة عزيزي المشاهد عن السرقة التي حدست للفنان الراحل وآلامته كثيرا؟ هل تعلم من الصارق والذي سيصدمه؟ هل لديك أي معلومات عن شقيقه الوزير السابق؟ ولما تعرض الفنان عبدالعظيم من الاضطهاد والقسوة من قبل والديه؟ إذا كنت لا تملك أي من الإجابات عن الأسئلة التي طرحناها إذن أنت على موعد مع قصة الفنان عبدالعظيم عبدالحق للتعرف عليه عن قر فتابعونا إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو يا جبنة يلصتكم ما يعلاش إلا في الفرغة خليكم في اللي انتوا فيه ربوا العيال ورواءوا نفسكم ليلة الخميس ويوم الجمعة توضوا وروحوا صلوا وكفاية عليكم الدعاء وراء الإمام جتكم ستين نيلة ربما لن يكون هنا أفضل من هذا المشهد في فيلم الإرهابي والكباب كبداية لقصة الفنان عبد العظيم عبد الحق والذي يحمل مشواره الفني الكثير من المفاجآت والإبداع لأحد عظماء المشاهد الخالدة في تاريخ السينما المصرية ولد عبد العظيم عبد الحق في مطلع يناير من عام 1905 كان شقيقه عبد الحميد باشا عبد الحق أحد أعضاء حزب الوفد البارزين في العهد الملكي وكان وزيرا لثلاث وزارات وألغى البغاء وتولى أيضا رئاسة نقابة المحامين أمام شقيقه الثاني عبد الميجيد باشا أحد أقطاب السياسة منذ كان طفلا فقد التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وجوده ومن القصص التي ذكرناها عن الفنان الراحل عن رحلته مع القراءات ذكر يوم أن ختمت القرآن الكريم ركبوني حصانا أبيضا ومشى أمامي أربعة أشخاص يحملون رداء أخضر ووسطه وضع المصحف ولف الحصان بي البلد كلها والسيدات كانوا يقضفن علي الحلوة لكنه منذ طفولته وهو يعشق الموسيقى والتمسيل عم عظمه كما كان يطلق عليه تعلم عم عظمه كما كان يطلق عليه العصف على آلة الفلوت والآلات النحاسية ثم تعلم العصف على الآلات الإيقاعية وهو في المدرسة الابتدائية وحينما بلغ عمره الحادية عشر كان القدر قد رتب له لقاء مع سيد درويش ليقف الفتى أمامه ويغني كل ما يحفظه من أغنيات درويش أمامه أما الشيخ سيد درويش فأعجب بالفتى الصغير وأثنى عليه ولكن كانت نظرة أسرته له سيئة واعتبروا أن لا مستقبل له وليس لديه قيم ومبادئ مثل باقي أشقائه وأطلقوا عليه بتاع الغوازي وعندما طلب من والده أن يسمح له بدراسة الموسيقى كان الرد عليه علق ساخنة وطلب منه الأب نسيان الأمر حتى ينهي دراسته فهرب قبل الامتحان وقرر الرحيل إلى القاهرة ليبدأ رحلته الفنية بمصرح أمين صدقي والذي كان يحفظ معظم ألحانه بأجر 8 قروش يوميا إلا أن العائلة اعترضت بشدة وأصرت على أن يكمل دراسته في كلية الحقوق بينما ضبر له والد وظيفة محاسب في مطار المينيا ولكنه هرب مرة أخرى وانضم بجوار دراسته إلى كرسي الشيخ محمود ثم كرسي الشيخ زكريا أحمد ليتخرج عبد العظيم عبد الحق من الكلية واستمر في العمل الحكومي حتى تقدم للدراسة بالمعهد العالي للموسيقى المصرحية عام 1948 وكان عمره وقتها يقارب الأربعين عاما ليتخرج عبد العظيم عام 1952 ليبدأ رحلته في الموسيقى والتمثيل بجوار عمله الحكومي حتى أنه وصل لمنصب مدير التفتيش المالي والإداري والمناقصات بوزارة العمل عندها قرر الاستقال من العمل الحكومي والتفرغ للتلحين والتمثيل رغم أنه تعامل مع الفن كهاو وليس كمحترف أبدا إلا أن تلك الهواية أصمرت ما يقرب عن 500 لحن وأغنية في الإزاعة المصرية ربما كان أشهرها على الإطلاق أغنية التحت الشجر يا وهيبة لمحمد رجدي وسحب رمشه لمحمد أنديل وأيضا أغنية وحدة ما يغلبها غلاب قدم عبد العظيم عبد الحق الحان العديد من الأعمال الدرامية ويمكن اعتبار أول من قدم المقدمة الموسيقية للمسلسلات ومن بين المسلسلات التي لحنها إمام الهواه والموهوبين الرحيل هارب من الأيام كما قام بوضع موسيقى تصويرية للعديد من الأفلام مثل تحت سماء المدينة ومخلب القط وجيش أبرها عام 1973 وعقب انتصار أكتوبر تقدم عبد العظيم عبد الحق للإزاعة بلحن لغنوة عن الانتصار ولكن الإزاعة رفضت اللحن لتكون تلك المرة الأولى والأخيرة التي ترفض فيها الإزاعة لحن من إبداع عم عظمة لأنه اعتزل التلحين نهائيا بعد ذلك وتفرغ للتمثيل حيث قدم حوالي سبعين عملا فنيا بين دراما وسينما ومصرح من بينهم تحت سماء المدينة وآخر فرصة وخان الخليلي وأرض النفاق وسيد البلطي السمان والخريف ويوميات نائب في الأرياف والممية وغيرها من الأعمال حصل عبد العظيم على جائزة من إيطاليا على موسيقى كتبها لفيلم تسجيلي كما شارك في التمثيل بفيلمين عالميين هما الرسالة للمخرج مصطفى العقاد وأدى فيه دور النجاشي وأيضا فيلم الممياء إحدى أهم الحوارات الإزاعية للفنان الراحل والذي صرح من خلالها بعدة تصريحات هامة من ضمنها قائلا إنه لم يكتفي بالتمثيل والتلحين بل كان مطربا في شبابه وكان مطربا خاصا للملكة نزلي وزوجة الملك فؤاد الأول إلا أنه لم يحترف الغناء بسبب التلحين الذي كان يأخذ كل وقته أما عن أهم التصريحات والتي أحدثت ضجة كبيرة كانت عندما صرح وأكد أنه لم يقبل فكرة الاقتباس في الألحان وقد وصفها بالصرقة وأن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب اقتبس عنه لحنا كان قد ألفه للفنانة حرية حسن بعنوان والله علي يدين وندر وشمعتين فاستخدمه الفنان عبد الوهاب في أغنية أهل الهوى مسكين صبرين ومش صبرين مشددا على أن هذا الأمر ألمه كثيرا واصفا اللح بابنه الذي صرق كان آخر فيلم له هو الإرهاب والكباب للمخرج شريف عرفة حيث أذى مشهد لدقائق لكنه كان من أجمل المشاهد المؤسرة في السينما العربية وقد توفي بعد ذلك في 3 إبريل عام 1993 عزيزي المشاهد وبعد استماعك لتقرير اليوم ما رأيك في تصريحات الفنان الراحل حول صرقة الموسيقار محمد عبد الوهاب لحن منه اشتركوا في القناة